موسيقى احنا على ضفاف اليرموك المنطقة تمتاز بعدة اشياء هي اول اشي المي السخنة الطبيعية اللي فيها منذ منذ الازل سنحكي موجودة كل ياتها هاي هون وهي متنفس الوحيد لأهالي الشمال الأردن وخاصة محافظة إربد تخلي الناس تغير جو بالعطل بالأعياد بالأعياد الرسمية تغير جو وتيجي وان احنا نقدم لهم مسابح نقدم لهم قاعدات وجلسات موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى بصراحة المكان يعني بجنن ومتنفس كمان لأهل الشمال وبشكل عام لأهل الأردن كاملة مكان هادي والمنظر يعني أحسن من هيك عبث ما في روعة وبتشوف كل إشي قدامك الجبال ومي وفي كل إشي عندك من أحسن ما يكون وبالنسبة للماء كمان بنستفيد منها في العلاجات يعني مثلا المواحد مثلا صاب وشد عضل عصاب بيجي بداوي نفسه هون فيها الموسم السياحي بيبلش عنا من واحد ثلاث تقريبا يعني لغاية شهر عشر احد عشر بيكون الرواد وأغلب روادنا من أهل البلد والناس اللي اللي هم يعني خلنا نحكي الدخل المحدود لأنه احنا بنوخذ أسعار رمزية جدا على الدخوليات مقابل الخدمات اللي بنقدمها موسيقى 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 الاستراحة هاي كانت من أوائل الاستراحات اللي رجعت للحمة اسمها بعد ما كانت الحمة القديمة بعض المتنفذين أخذوا الحمة القديمة اللي هي كانت اسمها حمة الحمة السورية سموها ومن 17-18 سنة انهدت وعساة إعادة بناءها ولم يتم إعادة بناءها موسيقى موسيقى طبيعة الخلابة هاي ورانا الجولان وهاي ورانا المنطقة هاي كلها هاي الجولان السورية وإحنا على الحدود مع سوريا وفلسطين والنهر الفاصل بيناتنا ومن أجمل المناطق الموجودة بالمملكة موسيقى إذا فيه مخيبة بالأردن ما بدروش عنها وهذا أكبر غلط وإحنا بنطالب المسؤولين يزيلوا بالهم على هالمنطقة يساعدوا الناس هاي من المناطق المنكوبة أصلا الناس فيها كلها يعني بسيطة جدا وإحنا هون ساهمنا بجزء بسيط إنه بنشغل بعض بحدود 15-17 عامل بالصيف موسيقى الفندق مع الساحات الخارجية المنتجة رح يوفر حوالي 25 فرصة عمل ورحين يكونوا من أهل البلد هون المنطقة السياحية فيها مية معدنية سخنة فيه عندنا نهر اليرموكب جمنا فيه جبال الجولان فيه مناظر طبيعية شجر وبيجيها سواح أجانب وبيجيها سواح من دول خليج وبيجيها سواح من الأردن فعملت المشروع هذا اللي أحيي التاريخ مرة مثلا بمناتنا يا رحيتي شكرا شكرا لترجمة نانسي للغاية شكرا شكرا افضل شكرا شكرا المزيد الشكرا يريدو بخيل سبب شكرا لك كورك خلق